بعد إعلان أربع من الميليشيات الطائفية وهي ميليشيا فرقة العباس الختالية وميليشيا لواء علي الأكبر وميليشيا فرقة الإمام علي وميليشيا لواء أنصار المرجعية انسحابها من هيئة ميليشيات الحشد وانضمامها لوزارة الدفاع جاءت دعوة من قبل الجيش للحفاظ على وحدة الحشد وخضوع جميع ألويته للسياقات الانضباطية والعسكرية وأوامر القيادات العليا هذه الدعوة وقرار الانفصال أصلا عن هيئة ميليشيات الحشد أثارا تساؤلات كثيرة عن الأسباب والتداعيات لسيما أن جميعها تتبع الاستثاني مراقبون ومحللون أكدوا أن خلافات إدارية ومالية بدأت تعصف بميليشيات الحشد منذ مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وهذا ما أكده المتحدث باسم ميليشيا لواء وأنصار المرجعية صلاح الموسوي الذي قال مؤخرا إن هناك مظلومية وقعت على بعض فصال الحشد كلواء أنصار المرجعية الذي يضم 1400 مقاتل لم يستنموا رواتبهم منذ أربع سنوات آخرون رأوا أن قرار عبد المهدي بفك ارتباط هذه الميليشيا بهيئة ميليشيا الحشد وإلحاقها بوزارة الدفاع جاء بعد رفض هذه الميليشيا تعيين أبو فداك نائبا لرئيس هيئة ميليشيا الحشد خالفا للمهندس ورأى البعض أن السستاني هو من أصدر أمر القرار وليس عبد المهدي وأن قرار الأخير قد يكون إداريا أكثر منه سياسيا لأن هذه الميليشيات بالأساس لا تأخذ أمرا من رئيس الوزراء وقد جاء القرار نتيجة حراج مرجعية السستاني بسبب استياء الشارع الذي يعتبر أن ميليشيا الحشد أصبحت غطاء لكثير من الجهات غير المنضبطة التي تتجاوز على الكثير من القيم المجتمعية لا سيما في وسط وجنوب العراق وعلى صعيد آخر رأى محللون آخرون أن القرار جاء بناء على طلب تلك الميليشيات التي تتبع المرجعية الدينية لكي لا تبقى في مرمى التهديدات الأمريكية الواضحة باستهداف قادة ميليشيات الحشد